أزول السلام عليكم إخوان والأخوات جيت نبلغ لكم واحد الخبار في حقيقة هاد الشيء هدرنا عليه مرارا وتكرارا ولكتين ندبا كان دليل قاطع لكيوثق لكنا نقول على هاد الموضوع اللي جينا نوصل لكم شنو هاد الموضوع كما قلت قلنا مرارا وتكرارا باللي أبو زعيطر هو اللي كيتحكم في محمد السادس ولكتين بزار دليل إخوان كيقولوا هادو إشاعات انتو ما أعداء أرى بغتو الفتنال بالبالا وإلى آخره أراكم عارفين هادك كالسطوانة ديال المخزن ولكتيني اليوم جبنا واحد الدلائل اللي كيدل باللي أبو زعيطر يتحكم في محمد السادس كي ما بغه هو يقولوا الشاشة الرررره المهم نفوت لكم الفيديو سمعوا سم على البيان كي يقول هاد السيد ن Bangsi ومعكم بالتفاصيل السلام عليكم اللي يفهم شي حاجة ينورني الله يرحم الوالدين كتعرفو كين واحد الماني من أصول تركيا وعيش في ألمانيا عنده 34 سنة هاد سيد هذا في ألمانيا عنده واحد شركة كيكري سيارات فاخرة للشخصية هاد سيد صاحب أبو زعيطر صديقهم هاد سيد هاد خدا الجنسية المغربية أنعام بها جلالة المالك ستتنائيا له نهار 30 يوليو 2022 يعني هادي ستشوربش ولا مغربي وما عنده تشي علاقة بالمغرب من غير ذيك الصادقة مع أبو زعيطر هاد سيد هذا كتعرفو هاد سيمنة اللي فاتت وتعين نائب قنصل دي القنصلية المغربية بديوسندورف ألمانيا هاد سيد ما قدوش الداريجة ما عنده علاقة بالمغرب ما كيعرفو عن المغرب والو ما عنده تشي ما صار جامعي ودراسي شي حاجة نضال سياسي واتحاجة وتعين تم ما بغيت نعرف بوريطة كيفاش عين هاد سيد بغير قرية كيفاش على قلة الكفاءات في بلادنا في وزارة الخارجية في الأحزاب السياسية الشعب المغربي وكيجي واحد أجنبي ما كيعرفت العربية وتعين في القنصلية القنصلية اللي فيها أسرار اللي فيها بزب دي الحوج دي شو قوله ما غريبة ويجي هاد نائب القنصل واش كيش يخلل في شي بلاسة دابا واش بوريطة كوزير الخارجية عنده سلطة ولا أبو زعيطر اللي عنده سلطة شي حاجة فالتانية شي حاجة فالتانية باش واحد زعما ما هو مغريبي متى واحد يقولي نائب قنصل في ألمانيا واحد الخلصة غا تجيه ديال واحد سبعالة في أورو تقريبا سبعاد المليون وعاد الامتيازات وعاد الجواز صفر ديبلوماسي اللي غا يتسرى به وكيليش حاجة مش هي هذه في البلاد المهم أنا بعدها والله ما فهم بشي حاجة اللي فهم أوكي طب ما ندخلوا في التفاصيل هذا السيد عياشي كيقول جلالة المالك وإعلامي في واحد الممبر إلكتروني ديال المخزن يعني هذا الرسلة اللي وصل هذا السيد مش ضد الملكية ولا ضد هذا المخزن يعني هذا السيد مؤيد المخزن ما نقدرون نقوله أرى هذا ضد الملكية ولا أخر المهم هنا الدليل القاطع باللي أبو زعيطر هو اللي كيتحكم في محمد السادس اللي قولها أبو زعيطر محمد السادس إنفداء هذه قولناها مرارا وتكرارا يعني المنطق على حسب هذا الفيديو أبو زعيطر عين واحد صاحبه توركي ما مغرابي ما ما يعرف داريجة ولا حتى شي حاجة يعني أبو زعيطر عين هذا الصديق ديالو توركي من أصول ألمانيا يعني هذا بوريطان ما عنده ما يقول يعني أبو زعيطر هو لكي يسير الشؤول ديال هدك لقصر مشاعين صاحبه نائب القنصلية وش هادش جاكم عادي نورمال لا إلا بغيتوا تأكدوا بهذا النائب القنصل في ألمانيا مدينة دوزلدورف تمشي لجوجل تدير نائب القنصل بدوزلدورف يرمي لك اسمي ديال هاد صديق ديال أبو زعيطر يعني الشعب المغربي وفيق عيق هادش قولنا قولنا مرارا وتكرارا ولكتين الحمد لله دابال هدرات ديالنا بدتك تخرج شوية بشوية المهم انتمنى انتكون الرسالة روصلات باللي أبو زعيطر كيتحكم في محمد السديس كما يشو ولكم واسع النظر